بداية البيان للحكومة ويعني موقع تواصل اجتماعي ورأي العام كده بيقول ان الحمد لله البيان شكله مبشر جدا ان شاء الله احنا شايفين القراءة للأهداف اللي وضعتها الحكومة قدام المجلس المبارحي يعني هو برنامج الحكومة النهاردة كان برنامج بيتضمن عرض للتحديات بشكل واضح تحديات الوجهة مصر وبناء عليها نتج أزمات داخلية الحاجة التانية كان الاهداف اللي تمت والمستهدافات التي ستتم الفترة المقبلة كان البيان زي ما بنقول للناس شافت ان هو مبشر لان اللغة بتاعته كانت لغة بسيطة موجه للمواطن المصري كان اكتر حاجات اللي بيركز عليها او الاهداف هو ايه اللي هيحصل للمواطن المصري الفترة الجاية يمكن كان يعني اللي بيهم المواطن المصري الازمة اللي كلنا بنعاني منها ازمة القارة كان فيه تعهد واضح وصريح من رئيس الوزراء ان الحكومة مستمرة في حل هذه الازمة ان الاسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري هيكون فيه وقف لتخفيف الاحمال في فترة الصيف بنهاية قبل نهاية كمان العام الجاري عشرين وعشرين هيكون فيه حل نهائي للازمة بالكامل الحاجة التانية الموضوع بتاع الاسعار هو ده يمكن اكتر حاجتين بيهم المواطن المصري هو الاسعار فكان بيان الحكومة واضح ان الاسعار ارتفع بشكل مبالغ فيه نتيجة ازمات اقتصادية فرضتها تحديات عالمية فبدأت الحكومة تحط خطط بدأت تحط خطط عجلة كمان يعني ضخ عدد كبير جدا من السلع في لجنة شكلت عشان مواجهة الارتفاع بتاع الاسعار الفترة المقبلة هيكون فيه اكتر ضخ مزيد من السلع في الاسواق المصرية استمرار حملات الرقابة على الاسواق ضبط الاسعار فيه كل ما يخص المواطن المصري تعليم صحة ازمة كهرباء سلع كان كله مبارح واضح فيه بيان سيد رئيس الوزراء روح دكتور كلاني مبارح دكتور مصطفى مدبولي وصف الحكومة بينها حكومة تحديات وقال انه فيه تحديات لها اوجه متعددة سواء داخليا او خارجيا طبعا ما يحدث في الاقليم او الصراعات العالمية شايف مهام هذه الحكومة وسط كل هذه التحديات ازاي خاصة انه حتى في حوار له قال ان المواطن يعني بيشوف استراتيجيات كتيرة بنضاحة لكن المواطن عايز الفترة اللي جاية يشوف خطوات فعلية على الارض فازاي الحكومة الجديدة ممكن تقدم او تترجم هذه الاستراتيجيات والبيان الى خطوات يشعر بها المواطن بلا شك بيان الحكومة كان بيان واقع جدا تلامس بشكل او باخر مع كل الباحثين في مصر ومع المواطنين ومع كل من هو له شأن بشكل بعض الامور الاقتصادية وبعض الامور القطاعية ومع بعض المستثمرين بشكل او باخر سواء كان مستثمر محلي او اجنبي وخلينا نوصف ونقول انه الحكومة قطعت على نفسها بشكل مبدأ انه ان هي حسبت نفسها قبل ان تبدأ يعني قالت بشكل جيد ان انا النهاردة عندي معدلات بطالة برقم كذا معدلات نمو انا مستلماها بشكل اساسي وعندي معدل داخل قوم ومعدل ناتج محل اجمالي وعندي داخل المواطن بالنسبة لي ناتج المحل اجمالي بيمثل بنسبة كذا فانا النهاردة استلمت هذه الارقام وهذه النسب فانا قطعت على نفس الفترة اللي جاية ان انا هنمو بهذه الارقام فده من الناحية الاولى الناحية التانية اللي هي اساسية بشكل جيد انت قدام النهاردة تغيرات جيوسياسية في المجتمع الدولي عندك كل المؤامرات الدولية النهاردة بتحيك بيك اقتصادية يعني كان من فترة ممكن نسمع انه فيه ازمات سياسية فبتعكس ازمات سياسية لكن النهاردة اي ازمة سياسية بتعكس ازمة اقتصادية اي ازمة اقتصادية بتعكس ازمة اقتصادية فانت النهاردة كلمة السر النهاردة فيه اي دولة ونجاح اي دولة انك انت بتركز بشكل اساسي على الاقتصاد وعلى انك انت تشوف القطاعات اللي ممكن تديك ميزة نسبية قطاعات اللي ممكن النهاردة وزير مليه قاعد واللي عند القطاع الصناعات التحولية القطاع الصناعات الدوائية تقدر تديني النهاردة قيمة مضافة في الدخل القوم وتقدر تعملي تحسين في المؤشرات فبلا شك أعتقد أن الحكومة أولوياتها في الفترة المقبلة أنها تركز على القطاعات اللي ممكن تدينيها قيمة مضافة في الدخل القوم وتعمل مؤشر اللي هو في نهاية المطاف كله الدخل القوم وبالتالي دخل المواطن اللي احنا كلنا كمصريين عايزين دخل المواطنة تحسن وبالتالي الكافة الأخرى من الميزان نحن نقضي بشكل أساس على ارتفاع العسعار الجنون وبالتالي ندخل المستورات بشكل أساس فأعتقد أن الحكومة عندها تحدي كبير التوقيت توقيت صعب هل هي تقدر؟ نقدر لأن نحن عندنا موارد كويسة وعندنا مؤهلات تخلينا بشكل وباخر أن نتخطى هذه الأزمة فبلا شك أعتقد أن الحكومة جاءت في توقيت حاسب جدا وقعت على نفسها مبدئيا أنه لابد أن تحقق المؤشرات التي وردت فيها استراتيجية 2030 وكل التوصيات التي صدرت عن الحوار الوطني وبالتالي أعتقد أن التوقيت بالنسبة لها توقيت مهم جدا